على وقع تبادل الاتهامات ودق طبول الحرب، يبدو أن موسكو وواشنطن باتت على وفاق بأن الدبلوماسية هي المسلك الكفيل باحتواء الأزمة المتصاعدة بينهما بسبب أوكرانيا. أبرز تجليات تغليب لغة الحوار والدبلوماسية جاءت على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف الذي كشف أمس الأربعاء عن قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن. وضمن هذا المسعى يأتي اللقاء بين وزيري خارجية البلدين الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم في ستوكولم بمحاولة لتلطيف الأجواء المتشنجة على خلفية تعزيزات عسكرية روسية على الحدود الأوكرانية وتمهيداً للقمة بين زعيمي البلدين. يدق حلفاء كييف الغربيون منذ أسابيع ناقوس الخطر بسبب تعزيزات جديدة للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا ويتوجسون من هجوم وشيك على منطقة دومباس شرق أوكرانيا. لكن موسكو تنفي الاتهامات الغربية وتتهم النيتو وواشنطن بالسعي لتاجج التوترات ليس إلا. الحشود العسكرية الروسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا قابلتها كييف المدعومة من الغرب بتعزيزات مماثلة تحسباً لأي مواجهة مسلحة محتملة مع روسيا لثانيها عن ضم دومباس مثل ما فعلت في 2014 مع جزيرات القرم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرد بتحذير للغرب من مغبة تخطي ما أسمى الخطوط الحمراء للكريملين فيما يخص إجراء تدريبات عسكرية وتعزيز التسلح في أوكرانيا. تفيد كل المؤشرات على الأرض أن موسم الحرب في الشرق قد حان، لكن الآمال تبقى معلقة على الآلة الدبلوماسية للحؤول دون انطلاقه.